وعليكم كيفكم متابعين يا رب تكونوا بألف خير رح نبدأ بالصلاة على الحبيب محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حالة الهبة الجديدة اللي هو أمه علي بس بالمل فيه بحالة الكات كات أو البافي اليوم عملتلكم إياها بالتفصيل لكن بتجفصش وبدون سكر وبالحليب المكثف اللي عملنا تابعوا معايا الفيديو إن شاء الله بيعجبكم بس قبل ما تابعوه وتبدو تشوفوه تنسوش تضوصوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك عنا حلقة اللي هو البسكوتة الكات كات أو بافي وهي بتكون قطعة صحيحة عشان تكون منظمة والحليب المكثف المحلى بسكر قليل اللي عملته على قناتي رح تلاقوه بالفيديو السابق وفي عنا كمان حليب سخون بدون سكر مكسرات أي نوع نوتيلا أو شوكولاتة توركو أنا عندي توركو بجيبها بحبها وبستاش يوصوص وعندي إشطة وجاط حرارة أي نوع جاط حرارة بدك تقدم لصغيرها لست حبات لخمس حبات أول حاجة حطيت الحليب المكثف اللي عملته اللي سكره خفيف فقاع الصينية أو الصحيم وبديت أيش فتحتهم وصرت أيش بس أول حاجة مديته يعني طبقة إرقيقة ما حطتش كتير وحطيت القطاع فردتهم بعد هيك بعد ما فردتهم القطاع رح أسقيهم بالحليب السخون بس إذا أنت حابة يكون فيها أرشة تكتريش حليب بس إذا بتحب تكون دايبة وشاربة زود الحليب تمام أنا هنا بحب يكون فيها هيك أرشة يضل فيها هشة ووزعت كمان شوية من الحليب المكثف هيك على الوجه تنسوش إن أنا عملته سكر وخفيف يعني مش هتبقى هالحلاوة لكتير وجبت القطاع وحطيت على وجهها قطاع قطاع تكون خفيفة بيرجع لإلك بعد ما حطيت القطاع ومديتها على الوجه ممكن بفرشاية ممكن تخلطيها مع الحليب وتحطيها على حسب الرغبة يعني زي بتشبه أمو علي يا جماعة كنا أمو علي إحنا نعملها بالملفاء الساد بس هادي معمول لو خلصها الملفاء ومقطعة وجهزة بس عليك إنك تصفيها بالنسبة للصوصات أنت الصوص اللي بتحبي يعني أنا حبيت المرة هده أحط البستاشيو قلت بدي أجرب كيف البستاشيو بطلع عليها والمكسرات أي نوع أنت عندك موجود أنا حطتها نعين جمال وكاجو حمصتهم ومحمصين وفستق حلبة حمصتهم درتم هانا قبل ما أحطها بالفرن علشان المكسرات تاخد طعمها من الحليب وتدي طعمها للحليب فرشيتهم على الوجه ويا إما على عين الغاز بتحطيها يا إما بتحطيها بفرن بس تاخد حرارة يعني مش هنخليها كتير بالفرن لأن الحليب بيحمى وممكن تتحرق معاك يا إما على عين الغاز بس حط تحتها اللي هي عازل الحرارة أو الصاجة إذا عندك يعني بس عشر دقائق تبدأ هيك يطلع فققيع الحليب لأنه أصلاً حطناه إحنا سخن يعني مغلة فمش هتاخد معك خمس دقائق حالة سريع وسهل وبسيط ولوقت الزنقات بتعملي أول ما يبدأ هيك يفقفق معي الحليب بأرفعه لأنه أنا ما كترتش حليب ففيها الهشة زينتها بالنوتيلة وزينتها بصوص البستاشيو وممكن تكليها باردة تحطيها بالتلاجة برضو إلها طعمة لذيذة بالتلاجة وهي باردة وممكن تحطي أي صوص بتحبيه أنت يعني في ناس جربوها بالتفة في ناس جربوها بالبلوباري سمعين الأرشة بتهش طيبة سخنة بتبيض الوجه في أي وقت يجاك الضيوف بصهرات الشتاء لأفراد الأسرة وكمان غير مكلفة رح تصيري وحدة وراء وحدة والولاد رح كل يوم يقولولك بدنا تعملين منها تكليها باردة زاكية تكليها سخنة زاكية تقدميها لضيوفك معي القهوة برضو زاكية شايفين بس ديروا بالكم ما تكتروش لأنه الصوارات الحرارية عالية أنا حاولت أللت السكر يعني أللت في الحليب المكثف وحطت الحليب بدون سكر وبرضو هاي هانا عملتها بدون بستاشيو كمان شايفين يعني حسب رغبتك إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم إذا عجبكم الفيديو تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك وأجواء جميلة في الشتاء بتمنى هل الجميع